بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه وقولي حياكم الله مشاهدين الكرام عبر شاشة إثراء الساعة نبارك نتابع من برنامج لقاء على إثراء هذا البرنامج المميز وصلت الطوع على الغضايا كثيرة من الأحد للخميس من خلال نتطرق على غضايا منوعة لعل من أهم هذه القضايا هي غضايا الدينية الإنسانية الثقافية الاجتماعية وحتى القيمية هدفنا الأول والأخير عبر هذه القناة هو إثراء المجتمع برسال إيجابية سندنا الأول والأخير في هذا القناة وفي كل برامجنا الكتاب والسنة الآن بلا شك مشاهدين الكرام بأن عنوان حققتنا راح يتكلفين عن السفر وأحكامه باسمكم نرحب بإمام مخطيب بزارة رغاف الشيخ خالد رفاعي العاسم نحياك الله شيخنا الغالي ونسعيد في الأمان نعم مرحبا حياك الله يا دكتور الله شيخنا الغالي لا شك أن من خلال عنواننا الحلقة ونحن بالصيف قاعد نتكلم أكيد السفر لح دور كبير فيه من خلال الأحكام من خلال الآداب من خلال الصلوات محاور كيفية راح نتطرق على معاك ولكن بداية شيخنا الغالي لماذا يسمي السفر بالسفر أول أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم والآله وصحبي أجمعين مباد لا شك ولا ريب أن للسفر في حياة الناس اليوم حاجة كبيرة جدا ومعرفة أحكامه وآدابه خاصة أن في هذا اليوم تيسرت سبل التنقل وسائل المواصلات حتى أصبح حبما كثير من الناس يسافر في كل يوم وفي كل ليلة لذلك كان من الأمور المستحبة والأمور الطيبة أن يسلط الضوء على السفر وما يتعلق فيه من أحكام شرعية وما فيه من آداب ينبغي المسلم أن يرعاها ويهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في حله وفي ترحاله وأما السفر في لغة العرب سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال كما ذكر ذلك علماء العربية وجاء في ذلك أثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاءه رجل يشتكي من رجل فسأل عن عمر رضي الله عنه وأتى بمن يشهد عنده عن هذا الرجل فقال هل تعرفه؟ قال لا أعرف قال ايتني بمن يعرفه فلما جاء رجلان يعرفون ذاك الرجل فسأل عن عمر رضي الله عنه قال هل تعرفه؟ قال نعم أعرفه بالصدق والأمان فسأل عمر رضي الله عنه قال إني لا أعرفكما ولا يضركم أني لا أعرفكما لكن بما عرفت هذا الرجل قال عرفته بالصدق والأمانة قال كيف ذلك هل كنت جارا له قال لا قال هل سفرت معه قال لا قال اذهب واتني بمن يعرفه لأن السفر كما قال عمر رضي الله عنه يسفره عن أخلاق الرجال فالإنسان ربما لا يعرف كثير من الأخلاق لأي إنسان إلا إذا سافر له أو كان جارا له أو شاركه في تجارة أو في غير ذلك لذلك كثير من الناس ربما لا يعرف صاحبه جيدا أو زميله جيدا إلا بعد أن يسافر معه ويجرب ما في السفر من مشاق ومن بعض ما يصيبهم بالسفر هنا تتميز أخلاق الرجال وتتميز عقول الناس وتتبين طريقتهم لذلك سمي السفر وسفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال نعم إذا شيخ نغالي من خلال هذه المقدمة رائع الله يتزاك خير اللي بدأت فيها عن موضوع أو معنى السفر لا شك الآن شيخ نغالي للسفر آداب ولكل شخص يعبر دائما عن أخلاقه في هذه الآداب فمن هذا المطرق شيخ نغالي بداية أننا نتكلم عن آداب السفر من ثم سنتقل إلى أخلاقيات السفر نعم لا شك أن آداب السفر كثيرة جدا وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلم إذا نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتكلم في السفر كيف قبل السفر ما هي الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها قبل السفر فإنه سيكون ذلك إن شاء الله خير له في في سفر أول هذه الآداب الاستخار فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم الصورة من القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بأمر فليستخد الله عز وجل ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وأعلم تعلم ولا أعلم وأنت أعلم اللهم إن كنت تعلم أن هذا مثلا سفري هذا أو سواجي هذا أو أي شيء من أمور دينة أو دنيا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر مثلا سفري في هذا اليوم أو سفري لهذه البلد خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أنه شر لي فاصرفه عني واصرف لي عنه واقدر لي الخير حيث كان وأيضا من الأداب العظيمة أن يستشير الإنسان إذا أراد أن يسافر استشير أهل الخبرة مثلا إذا أراد السفر يستشير بأي طيران أذهب حال هذه الدولة من طيب أذهب لا في هذا الوقت لأنها الآن أصبحت بعض الدول غير آمنة خاصة لمن يصحب أعائلته أو يصحب أولاده يسأل الأماكن التي يسكن فيها فيستخير ويستشير وأيضا من أداب النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السفر الصباح يوم الخميس طبعا اليوم الناس ملتزمة في طيران لكن إذا استطاع الإنسان أن يكون سفر خاصة إذا كان سفر السيارة أو استطاع أن يسافر يوم الخميس فإنما سنت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يسافر يوم الخميس أيضا من الأمور الطيبة في السفر أن يحسن الإنسان اختيار الصحبة في السفر فكثير من الناس ربما يتساهل في هذا الأمر ويصحف الصحبة ربما تكون مضرنا غير نافع لها في السفر دعنا نوقف عنده الصحبة نأجي له شيء ونتكلم على موضوع السفر المحبب مثلا انذكرت بأنه يفضلنا يوم الخميس شيء غالي لا شك أنه أحيانا في وقت الحال هو تعتبر دوامات يعني كثير من الناس دائما ما يبرمد سفره إما يوم جمعة أو يوم سبت فهذه يتعتبر أيضا مكروه والله شيء غالي أن الأمر تخل الأمر طبعا غير محرم شرعا لكن إذا تهيأ للإنسان خاصة مثلا إجازة الصيفية ليس عنده دوام أو بعض الناس يسافر مثلا دولة خريجية قريبة لا ضير عنده سافر الخميس أو الجمعة أو الخميس أو السبت فإنه في ذلك لا مندوحة في ذلك فإنه يسافر ويحرص على السفر الخميس في نية أنه يقتدي بالنفس السلام أن النفس السلام كان يحب السفر يوم الخميس وأما إذا كان الرجل ملتزم في طيران أو لدي عمل أو غير ذلك من الأمور أو لحجوز مثلا فناد فالأمر إن شاء الله واسد ولا فيه إن شاء الله محرم أو كراهة إذن الآن أتكلم عن الصحبة أنت ذكرت موضوع جدا مهم وهو اختيار الصحبة في السفر لا شك بأن الصحبة لها دور كبير في الأخلاقيات لها دور كبير أيضا في اختيار المكان أيضا في اختيار الزمار الصحبة لها دور كبير في أيضا يعني تمظيم عملية الرحلة نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنونا نبي داود يقول المرأة على دينه خليلة فلينظر أحدكم من يخاله إذا كان الإنسان في حال الحضر ينبغي أن يحرص على من يصحب ومن يذهب معه ويعتماه كذلك في السفر يتأكد هذا الأمر أن في السفر قد يصيب بعض الأمور التي تكون خارج نطاق بلده ولا يوجد من يسعفه وليس أهله بجانبه أو أصحابه أو أقاربه فلا يوجد معه في سفر أن هذا الرجل أو رجلين فينبغي أن يحسن اختيار الصحبة لأنه قد يصيب ما يصيب الناس في أسفارهم فلا شك أن الرفقة طيبة ستعين إذا أصاب شيء وأيضا يكون عندهم من العقل ما يرشده إلى ما هو خير أو يذون به إلى ما هو خير وقد شاهدنا يعني بعض الناس قد تضرر بصحبه السيء في السفر قد ربما ذهبوا به إلى أماكن قد يكون فيه ضرر عليه في دينه أو في عقله أو يكون فيه ضرر في أخلاقه فيتأثر الإنسان بمن يصاحب قل لي من تصاحب أقول لك من أنت فينبغي المسلم أن يحرص على الرفقة الصالحة في السفره كما أنه يحرص عليها في حال حضر ويحرص عليها أيضا في حال سفره والحمد لله قد سافر كثير من الناس مع كثير من الناس في كثير من الأسفار وجرب لما أصابته مصيبة كان هذا الصاحب لا في السفر يشعر بما يشعر فيه هذا الإنسان المصاب أو هذا الذي أصيب ببلو وجلس معه وسعى باللتي واللتية إلى أن يخفف عن ضرر هذا السفر نعم إذا شغالني بتكلم من آداب السفر شغالي هل اختيار المكان هم له آداب في السفر ولا أن السفر بإمكانك تسافر أي دولة ولكن الأمر ليس متعلق في اختيار الدولة لا شك أن الإنسان يتأكد عليه الحرص على مكان خاصا من يصحب مع آئلة ويصحب مع نساء أو أطفال يكون يراعي مكان يكون آمن أكثر مما يكون الإنسان مسافر لوحدة أو مع الشباب ربما الرجال تختلف عن وضع الأوائل والنساء فينبغي أن يحرص أن يكون المكان آمنا لا يسافر إلى بلد آمن وهو ليس منضطر للسفر أيضا إذا ذهب إلى أماكن لا يذهب إلى أماكن فيها مثلا من الفساد الأخلاقي أو الفساد العقدي حتى ما يتأثرون أهله وهو مسؤول عن أهله والنساء صلى الله عليه وسلم يقول كلكم رائعين وكلكم مسؤول عن نريد بعض الناس لا يبقى ربما يذهب إلى أهله في أماكن وربما يكون فيها فساد عقدي أو فساد أخلاقي ويجد هذا الأمر غير موجود في بلدنا في بلدنا الحمد لله في كثير من الأمور الموجودة في كثير من البلدان غير موجودة عندنا يذهب الإنسان وينظر إلى المحرم وربما يتضررون أبناء اللي ما يشاهدون من هذه الأخلاق الرذيلة أو هذه المفاسد العقدية فالإنسان يتأثر بما يشاهده و بما يسمع فإنسان يكون حريص أن لا يذهب بأهله إلا إلى بلد آمن كمان لا يذهب بهم إلا إلى بلد ليس فيه من الفساد الأخلاق والفساد حتى لا يتأثر كذا الشيخ الغالي تسمح أن ناخذ هذا الفاصل الغصير و بعدها نكمل مشاهدين كرام فاصل غصير و بعدها نكمل إذا سافر الإنسان رأى في أرض الله مخلوقات عجيبة وأشياء فريدة يرى الجبال الشامخة والنباتات الزاهية والأشجار اليانعة والألوان المختلفة والوديان الواسعة والبحار العميقة والطيور الصادحة والأنهار السارحة وما أشبه ذلك من الآيات الباهرة التي تدل على بديع صنع الله من جديد حياكم والله مشاهدين لك كرام يا حلا مرحبا فيكم الساعة مباركة تعبونا عبر شاشي شكرا شيخنا الغالي شيخ خالد في الجزء اللي هو تقولنا بشكل عام عن آداب السفار ما معنى تسمية السفار والله جزاك خير عطيتنا من المغدم الرائع والجميلة شيخ الغالي لا أشك أن بالسفر أيضا فيه شيء اسمه إذا إذا يستحسن نقوله هو بركة الزمان وبركة المكان هذه كلها لها آثار كبيرة حتى في سفرك والمقصود فيها بركة المكان اللي هو المساجد الموجودة هناك بالإضافة إلى شيخ الغالي إذا كان هناك سؤال أيضا وتجاوبنا عليه اللي هو أحكام السفر أولا بالنسبة لبركة المكان وبركة الزمان نشك أن هناك مثلا مواسم مباركة مثل الموسم رمضان هذا بركة الزمان يحرص الإنسان فيها أن يذهب إلى العمرة مثلا أو يزور بعض الأماكن التي يكون فيها مثلا مساجد وفيها جامعات يستفيد منها علميا وآدبيا فبعض الناس موفق إذا سافر يكون فقط بصده الترفيه والتسوق وغيره وهذه أمور مباحة لكن بعض الناس كما أنه يذهب في التنفذ ويروح عن نفسه كذلك يكون فيه جزء من سفره يجعل مثلا لعبادة مؤينة أو يجعل مثلا زيارة بعض الجامعات أو بعض المعاهد أو بعض الأمور التي يستفيد منها علميا وثقافيا يزور بعض المتاحة يزور بعض الأماكن التي ربما يخترق بعض الجانيات المسلمة إذا كانت بلدان كافرة أو بعض الأمور التي يستفيد منها ثقافيا وعلميا أو إذا زار مثلا بعض البلدان الإسلامية ربما يزور بعض المعاهد وبعض الأمور التي قد يستفيد منها يعود عليه النفع بنفسه وهذا أمر ينبغي للنفس السلم أن يحرص عليه وبعض الناس أيضا موفق إذا ذهب إلى بلدان يؤثر بالناس بدعوته وبخلقه أنت تذهب تمثل أولا دين الله عز وجل إذا كنت رجل مسلم تمثل الدين فإن بغلك أن تكون قدوة حسنة تتأثر الناس بخلوقك وأدبك والإسلام دخل كثير من البلدان بأخلاق تجار المسلمين كذلك أيضا أن تمثل بلدك مثلا أنت من بلد الكويت الناس ينظرون لك أنك أنت من الشعب الكويتي فأنت تمثل بلدك فين بغي أن تمثلها في خير صورة أو أفضل الصورة رأينا بعض الناس من بعض البلدان ذهب إلى بعض البلدان والناس ربما في بعض البلدان كرهوا هذه الجنسية أو هذا الجنس بسبب أخلاق بعض مسافرين في هذا البلد وتصرفاتهم وأخلاقهم السيئة فينبغي الإنسان أن يحرص على هذا الأمر أيضا بركة المكان يحرص الإنسان إذا سافر يزور بعض المساجد يزور بعض الأمور التي يكون فيها مثلا مكة والمدينة أو مثلا إذا تهيئ لزيارة المسجد الأقصى فهذه المساجد المباركة الصلاة فيها مضاعف والوجور فيها أظيمة ينهل فيها الإنسان أجر أظيم عند الله عز وجل إذا شيخ مقالب من خلال أيضا النقطة التي تذكرتها وشيخ مقالب هي بركة الزمان وبركة المكان نحرص دائما على هذه القضايا لأنها تعطينا نوعا ما استفهام أو ملاحظات أنت تشارك فيها إذا سافرت وانت فعلا فما قلت شيخ مقالب لما الإنسان هو دائما ما يعبر عنه عن عائلتها عن البلد اللي أنت تسافر له فأحرص دائما على أنك تنقل الصورة الإيجابية عن أولا نفسك أهلك ثم بلدتك لأنك الناس راح تحكم عليك أنت من أخلاقك الآن شيخ الغالب يتكلم عن أحكام السفر طبعا أحكام السفر يختلف السفر باختلاف نية الإنسان في السفر فالسفر قد يكون محرما قد يكون مكروه قد يكون مباح قد يكون واجب شرعا مثال ذلك من السفر السفر الواجب السفر إلى الحج من السفر الواجب السفر إلى زيارة الأرحام بعض الناس تكون له ربما والدي كون في بلد وهو في بلد فمن الواجب عليه بينه فينه وفينه إذا تهي على الأمر زيارة أرحامه من السفر الواجب ربما يكون إنسان قد أصيب بمرض أو أصيب بشيء ووجد أن في تلك البلاد فيه علاج له يذهب للبحث عن العلاج الذي يذهب عن هذا المرض الذي قد يكون يتسبب فيه إعاقته عن كثير من الأمور الواجبة عليه شرعا وقد يكون أيضا السفر مباح كالسفر للتنزه والصيد والتجارة وغير ذلك من الأمور لكن بشرط أن لا يكون فيه مفاسد أو يذهب إلى بلدان تكون فيها خطر على نفسه في دينه أو في ذاته أيضا من السفر سفر محرم كالسفر سفر كثير من الناس إلى ماكن يكون فيها خطر عليهم في دينهم أيضا ربما يتأثرون بمن حولهم في عقائدهم الباطلة أو السفر المرأة من غير محرم علمه أو في غير ذلك أيضا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها في السفر وربما لم نذكرها في الفقرة الماضية هي الدعاء أنا بالسلام ذكر أن دعاء المسافر مستجاب وكثير من الناس ربما لا يتفطل لهذا الأمر فالإنسان ما دامه مسافرا دعاه مستجر فينبغي المسلم في حال سفرة كما أنه في حال الصيامة يحرص على الدعاء فكذلك في حال سفرة يحرص على الدعاء كذلك إذا صعد في الأماكن المرتفعة أي كان نبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد نشزا أو أرض مرتفعة من الأرض يكبر إذا طارق بها الطائرة يكبر إذا نزل يسبح الله عز وجل فيحرص على ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حال سفرة فإن في ذلك خير له في دينه ودنيه نعم شيئا غالي أيضا بتكلم على أهمية السفر من ناحية السنن أو الرخص الموجودة للصلاة من ناحية الجمع وغيره لو نتكلم على هذا طيب رخص في السفر الحمد لله كما أن السفر فيه مشاق والنبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب مفارقة الأهل والأولاد ليس أمرا سهلا مفارقة إنسان بلده لتادا يعيش فيها ليس أمرا هينا وربما يكون إنسان مضطر أحيانا للسفر ويصادف بعض الأمور التي قد تشق له ذلك الله عز وجل الحكيم العليم رخص له بعض الأمور التي لم يرخص له في حال الحضر أول هذه الأمور الأمور المتعلقة في الصلاة الصلاة كما هو معلوم أن في حال الحضر خمس صلاة في اليوم والليلة ثلاث صلاوات تصل أربع ركات صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العيش الله عز وجل رخص لمن كان مسافرا أن يصلي ركاتين في حال سفره رخص له أيضا أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعيش بل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سافر قبل الزوال يؤخر الظهر ويصليها مع العصر وإذا سافر بعد الزوال يصلي العصر مع الظهر ثم يسافر أو إذا كان في صفرة يمشي في طريقة المغرب والعشاء يؤخر المغرب إلى العشاء إذا احتاج أن ينام أو يقدم العشاء إلى المغرب إذا كان مثلا من توقف فهذه من نور حصل الله عز وجل أيضا من الأمور التي تكون في السفر الفطر الله عز وجل قد أوجب على الناس صيام رمضان لكن إذا كان إنسان مسافرا قد رخص الله عز وجل أن يفطر في رمضان فمن كان منكم مريضا أو على سفرهم فعدة من أيام من أخرى كما أن المريض رخص له أن يفطر كذلك المسافر رخص له أن يفطر كذلك مدة المسح على الخفين أو الجوربين المقيم يمسح كما جاء في حدث آلية رضي الله عنه يوم ولينا 24 ساعة أما إذا كان الإنسان مسافرا فإنه رخص له أن يمسح على قدمه 72 ساعة ثلاثة أيام بلايالين أيضا من الرخص أن الإنسان في حال الحضر واجب عليه صلاة الجمعة يجب عليه أن يصلي الجمعة مع المسعد أما إذا كان مسافرا فصلاة الجمعة غير واجب عليه قد رخص عليه وذكر في ذلك الإجماع بن تيمية رحمه الله وابن عبدالبر وغيره شيخان قال لي بس خلنا أقف عند صلاة الجمعة طبعا أنا إذا ما صليت صلاة الجمعة فهي تعتبر صلاة ظهر وتجمع مع العصر مع العصر ومن الخلل في هذا بمناسبة أن بعض الناس يصلي الجمعة مثلا يكون مثلا ذهب إلى مكة صح فيصلي في الحرم للجمعة ثم يجمع العصر معه وهذا خطأ قد أكثر الصحيح شنو شيخان قال الصحيح أنه يصلي الجمعة إذا صلى إذا صلىها ظهرا لحق يجمع العصر معه لكن إذا صلىها جمعة خطبة وركعتين صلى مع الإمام فإن لا يجمع العصر معه ينتظر العصر إذا وقتها ويصلي وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر مرار وتكرارا ولم يثبت مرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع العصر مع الجمعة إذا صلىها ظهرا لحق أنه يجمع العصر مع الضغر لكن إذا صلىها جمعة لا يجمع حماية صلاة العصر شيخ قال انت ذكرت على موضوع التأخير والتقديم أتكلم على موضوع التأخير وهو مثل تأخير صلاة الظهر مع صلاة العصر واجمعهم ما بعض طبعا هذه كنت أنا الحالي شيخ نغال الصح هل يجب أن يصليها جماعة مع من مسافرين معي أبدأ بماذا شيخ نغال إذا أنا أخرت صلاة العصر طبعا تبدأ بالصلاة الأولى والظهر والفائدة يصبح وقت الصلاتين وقتا واحدا يؤذن مثلا الظهر الساعة 12 العصر مثلا يؤذن الساعة الثالثة لا أنه يصليها 12 12.5 واحدة واحدة ونص ثنتين لأنه يصليها في أي وقت يصبح وقت الصلاتين وقتا واحدا بعض الناس يظن إذا صح لما يؤذن لما يؤذن يدخل وقت العصر لا ليس هذا واجبا عليك لك أن تصليها وقت صلاة الظهر ولك أن تصليها في يصبح وقت الصلاتين واحد صليها واحدة صليها ثلاثة ما فيه بأس في ذلك كذلك صلاة المغرب والعشاء لك أن تصليها إلى أن ينتهي وقت العشاء لك أن تصليها عشر بالليل ما فيه بأس لك أن تصليها الساعة التاسعة الساعة الثامنة ما فيه بأس جنغالي نحن باقين دقيقة على فاصلة الثانية أبي رسالة منك بأن ربنا سبحانه وتعالى يحب أن تأتي رخصة لكن الآخرين لا يتشدد في عملية الطاعة في أقل من دقيقة شيئا نعم أن الله يحب أن تؤتى رخصة والله عز وجل شرع مثل ذلك الصيام بعض الناس ربما يشق على نفسه في حال الصيام يكون مسافر مثلا من الصباح الباكر ثم يشق على نفسه في الصيام ونبسا سلم قرأ رجل صايم وهو مسافر وأخ قال نبسا سلم أن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائما فنعى النبي صلى الله عليه وسلم أن النسان إذا كان فيه مشاقة شديدة عليه أنه يكمل الصيام فالمشروع للمسلم أن يأتي الرخص والسنة أن يأتي بها فإن هذه رخصة الله عز وجل التي رخص على عباده فإن بغي المسلم أن يحرص أن يأتي بالرخص وهذا مثل ذلك السنن الرواتب النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدية فيها السفر لا يصلي السنن الرواتب يأتي إنسان كان أريد أن يصلي لقد كان لكم في رسول الله السوة حسنة وخير الهدي فالرواتب لا تصلى في السفر تصلى سنة الوتر تصلى سنة الضحاء تصلى ركعتين الطواف أما الرواتب العشر ركعات التي في اليوم والليلة لا يصليه الإنسان لا يستحب لأنه يصليه لأن خير الهدي محمد صلى الله إذن تسمع أن نأخذ فيها فاصل مشاهدين كرام فاصل غصير وبعدها كرام من جديد حياكم الله مشاهدين الكرام يا أهلا مرحبا فيكم الساعة نبارك التابعون عبر شاشة إثراء وموضوع حلقتنا الشيخ خالد رفاع العازمي شيخ نوالغالي في الجزء الأول والثانية تكلمنا بشكل عام عن السفر وتكلمنا عن لماذا يسمي السفر وأيضا تكلمنا عن إحكام السفر ووقفنا عند رخص السفر ونغشنا بعض المسائل الخاصة عن رخص السفر الآن نستكمل أيضا على رخص السفر طبعا من الرخص في السفر أن يصلي الإنسان النافلة على الراحلة صلى الله عليه وسلم كان إذا كان مسافرا ليست الفريضة النافلة كان يصليه هو على راحلة أينما توجهت به ما المقصود بالراحلة شيخنا الغارة؟ راحلة هي البعيرة كان نفسه في وقتنا الحال اليوم السيارة والطائرة يعني وانا قاعد بالسيارة ممكن أن أصلي لكن ليست الفريضة النافلة النافلة فقد جاء فيه أثر عن ابن عمر رضي الله عنه كان يصحب أحد أصحابه فلما قرب وقت الفجر تأخر صاحبه ووقف وصل الوتر وهو نزل من راحلة فسأل عن ابن عمر فقال أن هذا الرجل خشيت أن يخرج الصبح وأنا ما أوترت فأراد أن يوتر فقال لها ابن عمر لقد كان لكم في رسول الله يسودنا فإني قد صعبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وكان يصلي على راحلة أينما توجهت به فالإنسان في حال السفر الآن يصلي مثلا طار طار في طائرة من الكويت مثلا إلى السعودية وإلى الإمارات أو إلى أي دولة من الدول فإن في حال الفراغة في الطائرة مثلا فيها الليل يصلي وهو جالس في كرسية يصلي لكن يصلي النافلة ليست الفريضة فإن لم يستطع فجالسا فإن لم يستطع فعلى جمع إذن شيخ الغالي السفر فعلا هذا هذا تصير معنا خاصة أن يكون السفر فترة طويلة فوق الست ساعات أذن مثلا أو دخل وقت الظهر وأنا في الطائرة شنو الحل هنا الآن الحمد لله كثير من الطائرات خاصة الطائرة مثل الكويتية مثلا طيران المسلم في الغالب أنهم يتركوا لك مجال في الخلف أن تصلي من المساء المهمة بعض الناس يصافر رحة تكون قصيرة فيدخل عليه وقت الصلاة ويصلي الصلاة في الطائرة وهو ربما بعد ساعة يصل إلى الدولة التي مسافر لها ويكون مثلا طار من الكويت مثلا الساعة 12 ويصل الساعة ثلاث ساعة طيب إذا وصلت إلى البلد تصلي وانت جالس وانت في الأرض وتصلي قائم وعلى راحتك تتجه القبلة ولا ضير عليك لكن إذا كان مثلا وقت الرحلة طويل في هذه الحال يرجع في مؤخرة الطائرة نقول الشيخنا الغالي افتراضا أنه لا يوجد مكان إذا تهيأ لها مكان يصلي فإن الواجب عليها أن يصلي زيني شيخنا أنا اللي عرف إن لم يتهيأ له أيوة هنا تكون لها الرخصة يحاول أنه يقف ويكبره قائما ثم يجلس كم نصاته قائما لكن إذا كان يستطيع أنه يصلي في مؤخرة طائرة الواجب عليها أن يصلي أنا شيخنا أنا سمعت الحكم هذا أنه إذا اضطريت أنك تصلي لازم في البداية تكون واقف من ثم عاد خلاص يكبر قائما ثم يجلس نعم إذا شيخنا أيضا يستكمل وأما القبلة فالقبلة فيكبر تكبيرة الأحرام أيضا يتجل على القبلة أيوة ينظر عن طريق الجهاز الذي أمامه يعرف اتجاه مثلا المكة ثم يكبر ثم يتجه في مكان كرسي عينما يتجه شنو عندنا أيضا شيخ غالي من الأحكام أو من رخص الصفر طبعا من رخص الصفر أيضا ترك السنن الرواتب التي أربع قبل الظهر واثنتين بعدها أو أربع بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء من الرخص فإن الله رخص وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ذلك أنه لا يصلي الراتب فيها سفر إلا راتب بيتي الفجر فإنه كان النساء صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره كذلك الوتر يصلي أيضا من رخص السفر أو من الأمور التي يجب أن يتنبه كثير من الناس يتساهل فيها بما أن الكلام عن الصلاة وجوب تحرير القبلة تجد أن كثير من الناس في بلدان مسلمة المساجد يمنة ويصر عندها أو في بلد غير مسلم الآن توفرت الأجهزة التلفونات فيها اتجاه القبلة وتجد أنه يصلي لغير اتجاه قبلة يوم يومين ثم يسأل يقول أنه يصلي مثلا اتجاه فلاني القبلة عكس ففي هذه الحال يجب عليها أن ينعيد الصلاة التي صلى الله لأنه لم تحرر لكن إذا بدل وسأل وسأل مثلا الفندق الذي يسكن فيه أو عن طريق الجهاز وأخطى فيها القبلة معذول في هذا الحال لكن يجب عليها ابتداء أن يتأكد أنه شهر غالق خلنا نوقف عند هذه النقطة بأن أي شخص أحمل في عملية الدقة في تجاه القبلة فصلاةك لكن إذا كانت عن حسنية أنت سألت أكثر من مرة وحتى الجهاز عندك مثلا ما كان عندك إنترنت تقدر تكشف المكان فأنت جائز تصلي في أي تجاه صلي ما استطعت إلى ذلك السبب تبدل وسأك أيضا من المسال المهمة بعض الناس يصلي يأتي مسجد يدخل مسجد ويكون المسجد في حال حضر الإمام في حال الحضر يصلي صلاة الظهر أرباني يأتي يدخل معه يصلي صلاة الظهر ركعتك وهذا خطأ النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء إلى الإمام ويعتم به إذا صليت خلفه إمام مقيم يجب عليك أن تتم الصره ولو دخلت مع آخر ركعة لكن إذا صليت مع مسافرون فإنكم الجميع يقصر الصره أيضا من المسال التي رخص فيها السفر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يقرأ بمثل التين والزيتون والزلزلة يقرأ بقصار الصور والصحابة كانت يقومون كما جاء في الحديث قصار المفصل فبعض الناس ربما يسافر يقرأ مثلا صورة البقرة أو مثلا يقرأ صورة الأعراب يقرأ صور طوال إذا كانت الصلاة الربائية الله رخص فيها أن تكون صلى ركعتك فينبغي الإنسان أيضا أن يقصر فيها الصلاة صلى مع الناس ينبغي عليها أن يخفف عليهم أيضا من المساء المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان في حال سفره أنه يبادر بالتوبة والاستغفار فإن الإنسان لا يعلم ما يكون في سفره خاصة بعض الناس تكون عليهم ديون لناس حقوق لأناس أو لح حقوق عند الناس ينبغي أن يكتبها في الكتابة الوصية السنة مستحبة في حال الآضر كيف إذا كانت في حال السفر للناس عليهم حقوق ينبغي أن يكتب الناس سنة بتأخر أن يصلي على رجل بسبب أن هذا الرجل عليه دين فينبغي المسلم أن يحرص على التوبة والاستغفار قبل أن يسافر ويرجع الحقوق إلى أهلاء أو يكتبها ويوصي من يؤدي الحقوق إلى أصحابه أيضا من المسائل المهمة التي ربما خافة لعنا كثير من الناس بعض الناس ربما يسافر اليوم وليومين بل أسبوع أسبوعين ولا يخبر والده ربما يخبر زوجته أو يخبر أصحابه ووالده لا يرمون يقول كان ساكن للبيت الوعد بل يبجب على المسلم أن يحرص على أن يبين للناس أنه أنه يبين لوالده أنه سيسافر إلى البلد الفلاني حتى ينبههم أنه سيكون مسافرا هذا الوقت إذا أرادوا شيء يوصون به وأيضا أن يكون يحتاجوا في أمر يتصلون به أو يتواصلون به أنا شيخ الغالي أيضا السؤال على موضوع شيخ الغالي أنه في بعض المسافرين يحنوا يسوون المفاجأ لأهلا أنهم يردون من قير لا يعني الطرف الآخر يعلم في هذا الأمر لا شك أنه في هذا الأمر لح دور كبير شيخ الغالي يمكن يعني هي المفاجأ لا أحد يغفل بالنحلو ولكن في هذه الطروف أعتقد أنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفجأ الرجل أهلا حتى جاء في حديث النهي الشديد عن هذا بل يجب عليهم أن يخبرهم اليوم أصبح طيران وما طير ربما النهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم الإنسان على أهله ليلا فينبغي على أن يبلغهم أن سيقدم عليهم لو كان غير مهي لأن يتيهم إلا في الليل فيخبرهم مقبل ذلك يتصل ويقول أن سأصل الساعة التاسعة ليلا في اليوم حتى تتهيئ الزوجة ويتعيون الأهل لاستخباله أيضا من الأمور المهمة ربما يخبر أن كثير من الناس التوديه في السفر أنه السلام كان إذا سافر يستودع أهله وأستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه أيضا المقيمين يقول المسافر أن يستودع الله دينك وآماناتك خوتي معاه ملك يحرص على الدعاء أيضا إذا قدم من السفر يحرص على دعاء السفر أيضا من السنن في السفر التي يغفل عنها كثير من الناس وهي سنة مهجورة عند كثير من الناس أنه السلام كان إذا قدم في السفر يبدأ في المسجد قبل أن يذهب إلى أهله يذهب المسجد وصل فيه ركعتين وهذه سنة شمه مهجورة عند كثير من الناس وهذه أمر ليس خاصة بهناس أي مسلم إذا رجع إلى بلده يذهب إلى المسجد وصلي ركعتين مسجد الذي يجعل منزله ثم يذهب إلى منزله أيضا دعاء دخول مدينة نعم من أدية العظيمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيد بالله عز وجل من شر أهل الله هذه القرية وهو دعاء مشهور قرية أو مدينة إذا دخلها يسأل الله عز وجل من خير هذه القرية وخير ما فيها ويستعيد بالله عز وجل من شرها وشر أهلها فهذا أيضا من الأمور المستحبة فالإنسان منذ أن يصاف من بلد إلا أن يعود هو في حال استجابة الدعاء فيحرص الإنسان على الكثير من الدعاء فإن دعاء المصافر كما جاء في الحديث أنه مستجاب نعم الآن الشيخ الغالي بخصوص رخص السفر أكتفينا في هذا الأمر أو في أي أمر آخر نعم ربما هذا يعني نحن غطينا أغلب أجمال الشيخ الغالي بتكلم على أهمية الأخلاق في السفر يعني نحن نعرف بأن السفر له أغراض معينة في منها للسياحة في منها للدراسة في منها للتجارة في منها لإغضاء حوائج الناس الأخلاق في عملي السفر شيخ الغالي أريد أن أتكلم عن هذا الأمر بس إذا تسمعنا نأخذه بعد الفاصل مشاهدين كلام فاصل غصير وبعدها نكمل في السفر اكتشاف أخلاق الناس ففيه تظهر معادل الناس ويظهرون على حقيقتهم وقد قيل السفر يسفر عن أخلاق صاحبه من جديد حياكم الله مشاهدين كرام يا هلا مرحبا فيكم في الجزء الأخير من برنامج رغاء على ثراء مثل أنتم معرفين أنواع حلقتها تتكلم فيه عن السفر وآداب الشيخ خالد أنا وقفت في الجزء الثالث وختمت فيه سؤالي وهو أن للسفر أخلاقيات في منهم يسافر للسياحة في منهم يسافر للعلاج في منهم يسافر للدراسة للتجارة في منهم يسافر لإغضاء حوائج الناس هذه الشيخ الغالي كلها بإجابة بالإضافة إلى تقولي على مجموعة لما تسافر هل هناك آداب معينة للاحين مجموعة واحدة أولا بالنسبة للإنسان إذا سافر ينبغي علي أن يعرف أن الناس الذين مسافر لهم أو البلد المسافر لهم لا يعرفون كثير من أخلاقه وكثير من أمره وربما يأتي إلى الناس عندهم بعض الأخلاق التي عندهم في عرافهم محمودة وعندنا في أخلاقنا في أخلاقنا مذمومة أو العكس من ذلك لكل بلد أعراف خاصة فيه ينبغي الإنسان أن يعرف أخلاق وأعراف البلد التي يقدم عليها والناس في البلد التي تقدم عليها لا يعرفونك ولا يعرفون أخلاقك وربما لا يعرفون حالك فينبغي عليك أن أولا تستصحب تقرأ في البلد التي مسافر لها تعرف أخلاقهم تعرف أدابهم تعرف أديانهم تعرف ما هو معروف عندهم ومحمود وما هو مذموم عندهم فلذلك ستحاشى كثير من الأخطار التي قد تصيبك في قدومك له وأيضا تستصحب أنك أنت رجل تمثل دين تمثل بلد تمثل وطن تمثل أعائلتك فينبغي عليك أن تكون واسع الصدر أن تبتعد أن الأماكن التي تتضرر فيها في دين أحيانا شيخ نغال حتى العادات والتغلد لها دور في معرفة البلد اللي انت رأيح لأن أحيانا فيه سلوكيات أنت تسويها هم يشوفونها خاطئة فمفهمونك خطأ من ذلك بعض البلدان المسلمة يقولون إذا عالك الله يطيك العافية عندهم النار نعم نحن عندنا العافية هذه أعظم الأدر بل في الدين العافية النبي صلى الله عليه وسلم في أدعى كثير يقول يسأل الله العافية لكن هم في عرفهم هذا الدعاء مثلا أو هذه اللفظة أو هذه الخلق ينبغي الإنسان أن يتفقه في البلد الذي يقدم عليه ويعرف الأماكن التي فيها بعض الشرور يبتعد عنها أيضا من السنن والأمور التي ينبغي المسلمين يحصل على التأمير في السفر النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان وراكبان شيطانا والثلاثة ركب فالإنسان لا ينبغي أن يسافر لوحده ما استطاع إلى ذلك السبيل اليوم الحمد لله تهيئة السفر الناس مع بعض في طيارة أو في سيارة والطريق كلناس ربما خف ضرر هذا الأمر ليس كالسابع الإنسان يسافر في الصحالي لوحده وربما تأتيه بعض الهوام أو بعض السباء ويتأثر فيها أو تضر اليوم الحمد لله الناس سافرين أما على الطائرة أو السيارة والطرق مليئة في الناس والطائرة أيضا مليئة في الناس ربما خف هذا الأمر لكن ينبغي الإنسان أن يحرص إذا سافر يسافر مع صاحب أو صاحبي ما استطاع إلى ذلك السبيل إذا كان الأمر ضرورة فإن في هذا الأمر لا بأس فيه لكن إذا سافروا جماعة من الناس ينبغي أن يؤمروا أحدهم فالنفس السلام أرشد إلى هذا يؤمروه في أمور السفر متى نسافر متى نمشي نأكل في أي منطقة إذا تخالفوا في الرأي إذا اختلفنا في الرأي الأمير هو الذي يحكم بيننا ويفصل بيننا طبعا إمارة تكون قاصرة في شؤون السفر منذ أن يخرجوا من بلدهم إلى أن يعودوا إلى بلدهم هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا سنة محمودة وللأمار الشيخ قالي نحن نلاحظ هذا الأمر في بعض القروبات لكن البعض الآخر لا نعم والناس الآن فيه كثير من الناس موفقين هذا أمير وهذا وزير مالية أمين الصندوق وهذا أمين الصندوق صار يتقاسمون الأمر بينهم العمل وأيضا ينبغي الإنسان في حال سفر أن يحاول ما استطاع أن يخدم أصحاب يعني النس رضي الله عنه يقول صاحب تجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول فخدمني مع أنه كان أسن مني هذا من طيب أخلاقهم يعني حتى الكبير يخدم الصغير وكان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة في السفر السيرة العاطرة والسيرة الطيبة كانت تعملهم مع بعض مساعدة الأخ لأخي الصاحب لصاحبه ليس في حال الحضر ربما في حال الحضر الناس كل إنسان مختني بنفسه لكن في حال السفر ربما يحتاجك في أمر مالي أمر مساعدة جسدية غير ذلك من الأمور نعم الآن شيخ مغالي يمكننا باقينا حوالي ثلاث دقائق على ختام البرنامج لو نبي أيضا شيخ مغالي بتكلم عن السفر في الأماكن البعيدة أود أن الشخص دائما ينقل المعلومات الحلوة ينقل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية يعني من هذه الأمور شيخ غالي شنو تستحب مثلا الأعمال اللي يقوم فيها يعني أغل تقدير لو تكلم عن طلبتنا مثلا شيخ غالي اللي موجودين برا لأنهم يقعدون فترة طويلة خارج البلاد نعم يعني حضرني في ذلك أن بعض الطلبة من الكويت في بعض البلدان صاروا دعاء إلى الإسلام يعني دعوة إلى الإسلام الدعوة إلى الأخلاق الطيبة أو أن تكونوا صورة حسنة لبلدكم أنشأهم كثير من الطلبة في بعض البلدان سواء بلدان كافر أو بلدان مسلمة مراكز لهم فيه الدعوة فيه نشر الثقافة الطيبة فيه التعاون مع الناس فيه الاحتكاك بين الأخلاق الطيبة حتى تأثر بهم ربما عندنا بعض الناس اللي يدرسوا قديما في بعض البلدان إلى هذا اليوم تجد أنهم متأثرين الناس الذين يزرونهم بين فينا وأخرى بين فترة وفترة بل لم ينقطع سورهم إلى تلك البلدان بعد دراسة المتالص مثلا أربع سنوات خمس سنوات عادلة بلده تدد أنه بين سنة وسنة يعود إلى تلك البلد ينشر دين الله عز وجل يبنون ويتساعدون في بينهم في بناء المراكز الإسلامية في نشر ثقافات المجتمع الكويتي الطيبة طبعا أخلاق الحميدة والطيبة فالناس ستأثر فيك وأنت سفير للخير سفير للدين سفير للأخلاق الحميدة سفير لبلدك أن تمثل بلدك تمثل دينك فينبغي عليك أن تحرص على تأثير عب الناس يعني يحكى قديما أن اندونيسيا الآن التي أكثر بلد مسلم بعدد الشعب يقال أن الإسلام لم يدخلهم بالسيف ولا في الجحة تدخلهم عن طريق بعض التجارة المسلمين الذين تأثروا بأخلاقهم يحذرني في ذلك بعض علماء بعض البلدان لما قرأت في سيرة وجدت أن تأثر بأحد علماء المسلمين كان تتعامل معه في تجارة ووجد أنه عنده من الأخلاق ما ليس عنده خيره فسأله فقال أنا تأثرت في أخلاقك ما شاء الله والتعامل كذا قال لأنه في ديني البيع وشراء لها حكام وهذا حكم كذا وهذا حكم كذا وهذا حكم كذا وقد نعن نفس الصلم فلما قرأ في تعامل المسلمين تجار المسلمين معه وعرف أن هذا الأمر مبني في دينهم أمر ديني تأثر بهم ودخل في دين الله عز وجل ثم أصبح عالم ينشر دين الله عز وجل في بلده وعند شخصاً الشيء الغالي أنا أذكر في حدث سفرات شبتري أمر بصراحة كان اجتهاد مني شخصياً أنت عارف أن وسائل النقل تختلف ما بين واحدة وثانية واحد حد المجتهدين يعني أنا أشوفه هو أخطأ في المكان صعد الباصل النقل فأضع مجموعة من الكتب القرآن الكريم أضعها في هذا المكان لأن هذا المكان معروف الشيخ مغالي هو الأمتعة والأغراض التي يضعونها فأنا للأمان شيخ لما شفت هذا المغرف توقعت إذا لم أحد أخذ هذه الكتب من الطبيع أن يأخذونها سيأخذونها أكرم كالله في الزبالة للأمان أنا صحت أخذتها ورحت وسلمتها للمكان السليم اللي هو مثلاً مراكز الإسلامي ففي بعض الأشخاص يكونون مجتهدين في عملية الطاعة ومجتهدين في عملية نشر الإسلام ولكن اجتهاده يكون خاطئ لا شك أن بعض الدول لها قوانين وبعض الدول الحمد لله سمحت بناء المراكز الإسلامي فممكن أن الإنسان يذهب إلى مراكز الإسلامي ويعطيها ويوزعونها بطريقتهم بالطريقة الصحيحة مرضية في الدولة موافقة لقوانينهم ربما بعض الناس يريد أن يدعو الناس إلى خير يضر في الدين أكثر مما ينفى شيخ الغالي وصلنا إلى الاختام والله يتزاك خير على هذه الحلقة الجميلة ورعاك كلمتك الله خير يتزاك الله خير دكتور رسال الله أن يفوقنا بكم لكل خير وأوصل الأخوة جميعا أن يكونوا قبل أن يسافرون يقرؤون للبلدان التي يذهب وجدت أن الكثير من الناس يذهب لكثير من بلدان لا يعرف كثير من الأمور في هذه البلدان أيضا يحرص الإنسان أن يتزود في دينه في العلم الشرعي لأن هناك بعض الشبهات ربما تثار ولا يريد نفسه أماكن التي فيها ربما أشياء تضر في دينه أيضا بعض الناس يطلق البصر لنفسه والنفس السلام نهى النظر إلى الحرام بعض الناس يذهب مع أهل يذهب إلى ماكن مثلا أجل لكم الله فيها من الأخلاق الرذيلة الشيئة الكثير ربما فيها بعض المسكرات فيها بعض الخمور فيها بعض الأمور المحرمة في دينه ربما مباحف في بعض البلدان ثم يقول أنا صدمت في هذا المكان وجدت كذا كذا ورأى أولادي ورأى بنات طالص صغار بنات أو أولاد ربما لم ينظروا إلى هذه الأمور في بلدانه ينبغي لنسان يحرص أشد العرش وأيضا لا يتبع أهل إلا ماكن تكون يعني يعملنا البلدان الأسلامي شكرا لك شيخ الغالي ما قصبت شكرا أيضا المصورة السادة المشاهدين أسأل العظيم اللي يحفظ ولدنا من كل مكروه يدي معنى نعمة الأمن والأمان مع السلام